بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سمات هذا العصر الذي نعيشه القلق والإطرام ما من شخص إلا وهو قلق على شيء إما يكون قلقا على مستقبله أو على اقتصاده أو على زواجه أو على أولاده أو على صحته وسلامته أسباب القلق كثيرة لكن كيف نعالج هذه الأسباب في أنفسنا هل نعيش معها إلى أن تنفرد بنا وتسقطنا في الفراش كثيرون يصابون بالكآبة بسبب القلق لكن الذي يؤمن بالله عز وجل ويعرف أن الله يريد الخير لعباده ويتوكل عليه حتى وإن كان قلقا يقول الإمام عليه سلام الله عليه إذا خفت من أمر فقع فيه فإن الشدة توقيه أكبر منه لو كنت قلقا بالنسبة إلى سفرة من سفراتك توكل على الله وسافر إياك والطيرة إياك وأن تكون متشائما يقول الإمام الحسين نحن قوم لا نتطير ولا يتطير بنا لا تكن قلقا اعمل وحاول أن تغرق في العمل إلى درجة أن لا يكون لك وقت لكي تكون قلقا على شيء لقد سئل أحدهم وكان قائدا لدولة من الدول هل أنت قلق على شيء؟ قال الله أملك وقتا حينما تكون دائما في حالة العمل فإنك تنشغل به أما حينما تكون مع نفسك في غرفة وتفكر في الجوانب التي لا تعرف عنها شيئا تكون قلقا عادة الاضطراب من أهم عوامل المرض في هذه الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية يصرفون أكثر من 300 مليار دولار من الدواء على أمراض القلق والاكتئاب وما شابه ذلك بعض الناس يكونون قلقين على دينهم لكن أكثر من اللازم إلى درجة أنه يصاب بالوسواس توكل على الله وعمل بما يجب عليك وابتعد عن القلق بالانشغال بالعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته